السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع فيديو جديد يا جماعة النهاردة هنتكلم عن افضل عشر اعدادات في ويندوز 11 لازم تغيرهم فورا هيعجبوك جدا ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول اول اعداد معنا جماعة لو عايزين مسلا نضيف هنا في قيمة دي هنا هو في الحتة دي نضيف فولدرات يعني نضيف فولدرات مسلا بنحب نوصل لها بسرعة زي الحاجات اللي هي المختصرة ديت هنعمل الكلام ده ازاي هتدوس على كده وندوس على وبعدين ندخل على دي هندوس عليها كده بعد كده بننزل تحت شوية كده على قيمة تحت خالص هتلاقي في حاجة اسمها هندوس عليها بالشكل ده هتلاقي قدامك هنا يا جماعة قيمة معدة مسبقا وهي القيمة دي اللي ممكن تضيفها عندك في قيمة دي زي ما انتم شايفين ما فيش حاجة قدامنا هو كل اللي انت هتعمل له ان انت تشوف القيمة اللي انت محتاجها وتعلم عليها زي مسلا هنعلم عليها كده. وندوس على هتلاقي طلعت قدامك هاي. كمان لو علمت على وعلمت على ومسلا هندوس على مرة تانية هتلاقي القيمة اللي انت هتوصلها بشكل سريع في المكان ده. اما الاعداد اللي بعد كده جماعة هو ازاي انك تقدر تعمل او حظر لاي تطبيق امتداده واللي بيكون محتمل ان يكون وتمنع تثبيته على جهازك. تريح دماغك انت جدا من الموضوع ده. هتدوس على الاعدادات افتح الاعدادات في القيمة بتاعتك وتدوس على بعد كده. هتدوس على قيمة بتختار اول اختيار اللي فوق ده اللي هو هتلاقي فيه تلات اختيارات قدامك وطبعا معمولة على احنا هنختار وده طبعا المفضل او اللي هو كاتب لك قدامه يعني ده اللي هو المفضل اللي انت تختاره. هتدوس عليه بالشكل ده. وبكده مش هيتحمل عندك او يتثبت عندك تطبيق بامتداده وممكن يكون محتمل او في اي مشاكل. طيب الاعداد اللي بعد كده ازاي ان انت هتحدد المتصفح الافتراضي للجهاز بتاعك خلاف اللي هو ده. ده المتصفح الافتراضي بتاع الجهاز اللي هو بتاع اه او او احنا عايزين نحدد حاجة تانية زي كروم مسلا. هندخل على الاعدادات ونروح برضو على وبعدين نروح على الاختيار رقم تلاتة ده اللي هو دي فولت اابس هندوس عليه كده. هننزل تحت شوية ونختار اللي هو المتصفح اللي كان افتراضي. زي كل اللي هعمله ان انا هاجي على اي حاجة مكتوب جنبها ميكروسوفت ايدز وهدوس عليها كليكاية كده ونعمل جوجل كروم مسلا ونعمل سيت دي فولت وتمشي بقى انت على اي حاجة انت عايز تغير المتصفح بتاعها الافتراضي تدوس عليها كده وبعدين جوجل كروم مسلا وست دي فولت. طيب ازاي تقدر تحجب الاعلانات او الاشعارات المزاجة لك? هتلاقي احيانا بتبعت لك اشعارات تجرب تطبيقات مسلا معينة او نصايح معينة اه لو انت بتستخدم وتقدر تمنع كل ده لو انت الموضوع ده مزهقك. كل اللي هتعملها تدخل على اعدادات وبعدين سيستم وبعدين دوس على اللي هي الاشعارات دي. وتدوس على السهم اللي التحت دوه تقدر تحدد الخيار اللي انت محتاجه من دول او تقدر تلغي الاشعارات بالكامل لو دست على العلامة دي ولغيتها خلتها افر. بالنسبة لمنع الاعلانات كل اللي انت هتعمله ان انت هتروح على الاعدادات وبعدين تدوس هنا على وندوس على هتلغي كل الاعدادات دي تلغي كل ده خالص مش هتلاقي اعلانات جايلة خالص من ميكروسوفت ولا اي اشعارات زي ما قلتلكم لو عايز تغير معدل تحديس الشاشة هتعمل على اي مكان في الشاشة كده بعدين وبعدين ندوس على طبعا لو عندك اكتر من شاشة هتلاقي موجودة في المكان ده يعني لو دست على السهم دوت هي شاشة واحدة طبعا اللي عندي لو عندك اكتر من شاشة هتبان معاك في الخيار ده هتلاقي في عندك خيار هنا اسمه زي ما انت شايفين بيعرض هنا معدل تحديس الشاشة طبعا لو دست على السهم ده وعندك لقيته اعلى من كده فتختار الاعلى اما الميزة الجاية جماعة اللي هي خاصة بالجيمر او الناس اللي بتحب الالعاية بتقدر تاخد لقطة اخر خمستاشر ثانية من اللعبة وتحفظها عندك على جهازك هتعمل الكلام ده ازاي هتدوس على الاعدادات وبعدين تدخل على اللي تحت دي وبعدين الخيار نمر اتنين هندوس عليه كده اول حاجة فوق هتلاقي الفولدر اللي بتسجل فيه الالعاب هتفتحه كده هتعرف المكان اللي بتسجل فيه اللقطات الشاشة بتاعتك او تسجيل الالعاب بتاعتك تحتيها على طول هتلاقي فيه سجل ماذا يحدث اول حاجة هتفعلها بعدها تحتيها على طول بيظهر الوقت المقترح او الوقت اللي هو تقدر تدوس عليه كده وتحدد لو عايز تلاتين سنة تلاتين دقيقة او واحد ساعة او اتنين او اربعة تحدد اللي انت عايزه تحتيها على طول لو انت عايز تسجل الصوت ولا لأ اللي هو تقدر تلغي تفعيله لو عايز تلغي الصوت وتفعله لو انت محتاجه بعدها هتلاقي اعدادات للفيديو بتاعك وجودته هتلاقي هنا مظبوط على تلاتين فريم تقدر تخليه على ستين فريم لو انت عايز كمان جودة الفيديو هتلاقي مظبوط على تقدر تخليه على وبس يا جماعة دي كانت الميزات اللي معنا النهاردة في ويندوز حداشر اتمنى كونوا استفادتم بها وان شاء الله نتقابل الفيديو الجاي مع مميزات جديدة شكرا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.